علاقات متميزة وتعاون مثمر يجمع بين مصر وألمانيا أحدث تحولاً نوعياً في الشراكة بين البلدين على كافة المستويات واتساع نطاق التعاون الثنائي حيث شهدت علاقات البلدين نمواً مضطرداً في السنوات الأخيرة الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطورها في مختلف المجالات والبناء على الزخم الذي تولد عن اللقاءات رفعة المستوى من الجانبين كانت نقطة الانطلاق لمصر وألمانيا خلال الفترة الماضية لتوطيد أواصر الصلة وتعزيز التعاون فخلال الشهور الماضية ظل الجانب الألماني على تواصل مع الدولة المصرية لبحث تداعيات الحرب على غزة والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع جاء ذلك بعد زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس وزيارات المسؤولين الألمانيين للقاهرة لبحث سبل إنهاء الأزمة في غزة وذلك إلى جانب التواصل الدائم بين قيادة البلدين في هذا الصدد تقريب وجهات النظر والبحث عن حلول خلاقة للأزمات وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين كانت محورة لاتصالات رفيعة المستوى طوال السنوات الماضية التي حرصت قيادة البلدين على استمرارها لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل أولوية مصر وألمانيا ومن بينها بحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ونعكاسها على الجانب الأوروبي فضلا عن بحث جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير شرعية وغيرها من القضايا المشتركة وفي ظل الزخم الذي تشهده العلاقات بين القاهرة وبرلين يحرص قيادة البلدين على تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين واستمرار التنسيق والتشاور بما يساهم في المزيد من التقارب في رؤى البلدين إزاء الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك